وجدت كلام للإمام البخاري رحمه الله يقول يقول بأن الجهمية هم المشبهة شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم قلت يا سبحان الله ربهم أصم وأبكم لحوله ولقوته يعني كيف يعني أخرصه يتكلم بلغة الإشارة عن ماذا ومن هؤلاء يستير يا رب يعني هل هؤلاء الأشخاص موجودون في وقتنا الحالي ولذلك الله سبحانه وتعالى كلم موسى بأن أوصل في قلبه المعنى قذف في قلبه المعنى من غير بقى حروفه من غير كلمات قنبه بعضه من غير على فكرة الان فيه جهاز لا يعلمه الوهابية الان فيه جهاز للعاجز عن الكلام يحول الدماغ يعطي إشارات وهذا يترجمها إلى الفاظ اي صح والله حقيقة يشبه كلام الله بلغة الإشارة والآخر يعطي مثال على جهاز للأخرص تشبيه عين عينك لكلام الله بإنسان أخرص ما حوله ولقوت ولو تكلمه يقول لك لا هذا اسمه تنزيه يا وهابي نحن ننزه الله سبحانه وتعالى يشبه ربه بالأخرص ويقول لك تنزيه الأشعاري يقول لك أن أنزه الله من أن يشبه بالبشر أشبه الله بالبشر لكن أخرص المهم اختصار عقيدة الأشعارة هو أن كلام الله إلقاء للمعنى في قلب المخلوق سواء جبرين عليه السلام أو نبي مثل موسى عليه السلام ونحن هنا نقول لهم مدام الموضوع هو إلقاء أو قذف للمعنى فقد قال تعالى كفايا عينصاد ألف لام ميم ألف لام راء فإن لم يعطنا الأشعاري معنى لهذه الحروف المقطعة لازم أنه ابتدع وإن أعطانا الأشعاري معنى لهذه الحروف فقد ابتدع أيضا وأيضا لا يحق للأشعاري أن يقول قال تعالى بل عليه أن يقول ما أوصله الله تعالى أو ما قذفه الله تعالى في نفس جبريل فإذا قال الأشعاري قال تعالى لزمه أن القرآن كلام الله حرفا وصوتا وإذا لم يقر بأنه كلام الله حرفا وصوتا فلا يجوز له أن يقول مع المسلمين قال تعالى